بنعرف الآن إزاي نجيب النظير الضربي والنظير الضربي لأي مصفوفة لازم تكون مربعة المصفوفة 2 في 2 قال لأول شيء بنجيب محدد المصفوفة الأول اللي أنا بسميه الدلتا A طيب وبعد ما بجيب محدد المصفوفة بنعوض في هذه العلاقة بنقول الصناقس الواحد يعني النظير الضربي للمصفوفة A يساوي واحد على محدد المصفوفة طبعا هنا فيه ضرب ال D والسالب ال C والسالب ال B وال C إيه اللي احنا عملناه؟ بدلنا عناصر القطر الرئيسي الوضع يعني ال D مكان الإيه طيب والقطر الفرع الثاني غيرنا الإشارات بتاعته بدون ما نبدل طيب عاوزين نفهم الكلام ده اللي موجود طيب الأول متى يكون المصفوفة ليس لها نظير ضربي لو كان كيمة المحدد بصفر يبقى ليس لها نظير ضربي طيب هنا السؤال بيقول لي أوجد قيمة ال X التي تجعل المصفوفة هذه ليس لها نظير ضربي يعني إيه ليس لها نظير ضربي؟ يعني محدد المصفوفة بيساوي صفر زي ما احنا اتفاجنا تعالوا نضع المحدد اللي هو 3 مع ال X و 3 مع ال 6 أقول إيه يساوي؟ نبدأ نضرب من اليسار الأول الثلاثة ضربي 6 بـ 18 ناجس حجة القانون الثلاثة في ال X بـ 3X قيمة هذا كله بإيه؟ بصفر نودي الثلاثة X الطرف الثاني بعكس الإشارة هتصير بموجة بـ 3X تساوي العدد 18 أقسم على الثلاثة للطرفين يبقى قيمة ال X 18 قسمة الثلاثة تعطيني ال 6 يبقى نظير الضربي أو قيمة X اللي تجعل المصفوفة هذه ليس لها نظير الضربي قيمتها بـ 6 فعلا لو أنا حطيت مكان هنا 6 ال 6 في 3 بـ 18 وهنا 3 في 6 بـ 18 18 ناقص 18 يعطيني الصفر